في ذات السياق بدأت مظاهر العجز والفشل للمجلس الرئاسي تزداد يوما عن آخر ومظاهر الخلافات السياسية بين أعضائه باتت واضحة تماما حتى أنها أصبحت في المقام الأول كسبب في انهيار العملة المحلية المستمر وتفاقم الأوضاع المعيشية التقيير للتالي الذي يعده الزملاء من غرفة الأخبار يستعرض تفاصيل أكثر نتابع كمحاولات لإنقاذ الانهيار المريع والمستمر للعملة المحلية وتدارك ويلات الانهيار الاقتصادي في المحافظات المحرة تحركات واجتماعات مكثفة لرئيس مجلس القيادة والحكومة لكنها أثارت معها الكثير من التساؤلات حول جدوى كل ذلك فبين تفاؤل البعض وتشاؤم الآخر يرى آخرون بأنها مجرد بروبوغاندا ليس إلا العملة تنهار والأسباب متعددة والخلافات السياسية في أروقة الرئاسي في مقدمة ذلك وبدون شك وبدون نشر أي تسريبات فإن الواقع يوحي بذلك ولكن المعلومات تؤكد المؤكد بأن انهيار العملة سببه خلاف سياسي أدى إلى امتناع المجتمع الدولي والإقليمي عن تقديم أي دعم فوري للشرعية اليمنية وأن هناك اشتراطات لإصلاحات جذرية في القطاع البصرفي والمالي بعد كشف الفسادي والاستغلال طالما وأن نفقات الحكومة وهيئاتها الخارجية بالعملة الصعبة لن يهمها المواطن الذي يقتات قطع يومه لهيك أن تكون الخلافات والصراع داخل الحكومة والرئاسي ذاتهما فإن المواطن لن ينعم بأي استقرار في العملة المحلية أو كأقل تقدير تحسين قيمة الرواتب وانتظام صرفها وتفيد التقارير المسربة من داخل أطراف الرئاسي ذاته أن قوام تشكيله لم يعد مجديا طالما وأنه أضحى بهكذا فاعلي على الواقع وتحميل كل طرف فشل الآخر فالبحث اليوم عن شرارية جديدة لرئيس لمجلس القيالة ونائبان فقط ولكن هناك مقترح آخر ينم عن إرادة دولية في شرعانة رئيس ونائب الله وفي ظل هذا وذاك ينطحن المواطن بين غلاء فاحش في الأسعار وأزمة إنسانية هي الأسوأ على مر التاريخ كل صراع سياسي ينشأ بين الحكومة والرئاسي يولد معه العشوائية والازواجية الوظيفية وما يسببه من اختلالات في مسألة الرواتب ويبقى ذلك أهم إصلاح مرهول عليه الدعم الدولي والأقليبي وفي نهاية كل هذه المعلومات تم الكشف على أن التوقيع على التغييرات الجديدة والتسوية بات قريبا جدا